نظم تعمل تقليم سفرو لقاء تواصليا لتعرف النسيج الجمعوي بكل من سفرو ومولايقوب على مجموعة من المشاريع الناجحة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظم هذا اللقاء تواصلي بمبادرة من قزم العمل الاجتماعي بسفرو في إطار تنفيذ البرنامج الإقليمي للتواصل برسم سنة 2018 بغرض تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والمبادرات الناجحة والرفع من قدرات الفاعلين المحليين هذا اليوم التواصل الذي كان يتنظم بالعملات الإقليم سفرو هو تعتبر تمارات التعاون القائم بين العملاتين بحكم التشابه الجغرافي والديمغرافي في هذه الأقانيم جوج والذي كان سعى من وراءه لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة التعاونيات والجمعيات والذي هذي يوم التواصل من خلاله سيقدروا عضاء هذه التعاونيات أنه يكتسبوا الخبرة جديدة ويتطلعوا على أهم المجازات التي تحقيقها هذا اللقاء هذا اللقاء نعتبره بأنه لقاء تبادل التجارب وتبادل الأفكار ما بين الناسيج الجمعوي ملاعقوب والناسيج الجمعوي لإقليم سفرو وهذا اللقاء هذا سيدوم واحد اليوم كامل لنشوفه فيه واحد المجموعة المشاريع والجمعيات والتعاونيات لهذه المشاريع التي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء في مدينة سفرو وفي المنزل وفي عينتي مقني وفي ربط الخير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بإقليم سفرو ما بين 2005 و2017 بلغ عددها 741 مشروعا وخصصت لها ست مارات مالية فوق 347 مليون درهم